احنا عايزين نصمم لك حاجة اياه تمام يعني مختلفة بيها هتعمل هالي مفاجأة ولا هنقول لأ هعمل هالي مفاجأة طب خلينا واحنا وانتي بتعمليني ده قبل ما كل المشاهدين يشوفوا انتي هتعمليني ايه نتكلم برضو ازاي يعني هو اولا هي بتعرف ترسم طب ايه العدة اللي تبقى عنتي العدة اه يعني ايه الحاجات اللي مفروض اجيبها اه مطلوب مني ايه يعني ايه اللي انت مسكدة ايه اه ارطاس لما مسكدة ارطاس لأ انت المفروض بتعمليه ولازم تكوني انت فهمة انت بتعملي ايه غير كده هتجيبي التاتو لستيكر وعتلي زي اه اللي هو بتاع الاطفال بتاع اللي بانت انا مش عايزة التاتو بتاع اللي بانت الحقيقة انا عايزة ارسم حنة فطب اه تعمل اه تعمل اه يعني اه ارطاس اوكي والحنة دي بنلاقيها فين الحنة دي اه عند العطار ولا في الصيدليات لا هي حنة مخصصة اصلا للرسم اه دي حاجات خاصة بتبقى للرسم اوكي ده الموضوع صعب بقى الموضوع مكانش سهل في الاول لازم تعرفي انت بتعملي ايه عشان تبقي مختلفة عن غيرك طب انا عايزة حتة حصان كمان بس جدايوني حوالي اه الحصان من انا شفته ده حل عاجبك فضيع فضيع جبار والمفروض بقى عشان احافظ عليها الاكبر قدر ممكن بتعودي حوالي نصف ساعة ساعة لربعة تنشف بعدين تقشريها مش مستهلة ان انتي تغسلي ولا تغسلي يعني مغسلش ايدي ولا كده هي تتقشر بس هي بتتقشر بس ولو انا برسم في البيت والدنيا بازت بشواء بلمون اه في ساعتها بس في ساعتها اه اوكي وتعود 15 يوم ايه مع الاستخدام العادي ان الواحد بيتوضى ان الواحد بيغسل ايده مش عارف مين عادي بتفضل اه لو عايزة تحافظي عليها اكتر بتعمليها بفازلين حوطي على فازلين ده بعد ما تتعمل على طول لأ وانتي قبل ما تحوطي ايدك في الماء اه اوكي قبل ما يعني بعد ما اقشرها احط عليها فازلين ايوة الله طب يعني كده شايفيني ولا اي مش عارفة عاملت ازاي عشان تشوفوها كده باين يا اسمي ووقف عليه فراش حلو قوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة